موسيقى حلقة جديدة من ابسورد واليوم سوف نتحدث عن الله يبعده الكنسر هذا البرد الذي لا يقول اسمه والذي يخاف منه يمكن أن نتحدث عنه إلا شهر بالسنة مالية واليوم بدل الضيف معنا نتحدث عن أشياء نتحدث عن أشياء ميشيل نبهان مرحبا 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 هي كلها على بعدها أخذت سنة على قد، يعني أنا 15 أكتوبر تشخصت في 2020، 15 أكتوبر 2021 كنت خلص، يعني كنت عم روح عند الحاكيم، عم بقلي كانسر فري، أنه خلص ما بق فيه يعني أكيد كل مرحلة يعني من الكيموثيرابي للعملية لحتى الراديوثيرابي، كل وحدة إلى حالة يعني عن جد إلى الخوف تبعه إلى أنه هيدا شو رح يعمل لي سايد إفاكت هلأ أنا شو رح حس أنه شو شو معقول يصير فيي وهيكي وكل وحدة عن جد كل مرحلة ما بدي أقول إلى لزتها لأنه منا يعني شي حلو يعني بس بذات الوقت إتس أن إكسبرينس وما كان فينا يعني هيك قطعها بلق يعني تقطع هيك مرق الطريق لأنه تعذبت فيها ديقت كتير كمانا فيها وفي ذات الوقت غير أنه بكيت تضحكت كمانا كتير شو شعورك كان لما بين أول 15 أكتوبر 15 أكتوبر كان صح؟ صح لما قالك ميشال يو هف كانسر وبين تاني 15 أكتوبر قالك يو كانسر فري يعني شو حسيتي أول أنا دائما بعمل هيدا السؤال مثل زبان شو حسيتي بس عانجاد شو كان هيك شعورك يعني هيدي منى مسحة يعني واحد إذا بقل له عندك شي سكر يطالع عن هيدا بيع تلهم بيسي مش عاد شهود يعمل مزبوط شوف أنا أول ما رايحة كنت أنت الحاكيم وفحصني أول شي فحص اللي عادة بلا ما أعمل مامو إيكو هيكي هو دغري الحاكيم قال لي قال لي مشارح خبرك شي بقيت ان دينايل على يعني حتى رحت عملت إيكو وعملت مامو وعملت كل شي ليتأكدوا أنه هيدا كانسر وأنا بقيت ان دينايل وأنا أنه لا مش أنا أكيد مش أنا أو أسأل حالي ليه أنا أنه مش معقول أنه أنا حدا هالثي أنا حدا بعمل سبار أنا حدا أنه مني يعني كل هاو الأسس اللي بيحكونا عنا ما بعملون يعني طيب ليه أنا فبقيت عن جد على تقريبا شي كمانا كان في قصيت أنه تعرف لأنه عمر صغير والكيمو ثرابي بأثر على كتير قصص من بيناتهم أنه ببطل فيني جيب أولاد فكمانا قطعت بفترة كتير بشعة أنه أنا شو بدي أعمل أنه أنا في حياتي بدأ يمكن يمكن تكفي أنا ممكن بعدني أنه مش على الأكيد رح تكفي حياتي يعني كمان أنه أنا ممكن موت بكرة أنه خلص يعني فكمان كان عندي جماعتين عم بعمل الفريز للأكس فيون وأنا خيفيني بذات الوقت لأنه الحكيم طبع الفريز للأكس يعني مصير أنه بدي يعمل ليها لأنه بعدين بدو يخلييني يجيب أولاد والحكيم طبع الأنكو يلي هو طبع الكنسر ما بدويني لأنه هذا الشيء بأثير لي يعني أنا الكنسر كان أرمان وكان عم يعطيني الجينيكو أرمان فعم تتخيل يعني كان على جماعتين عم بعرضني لهاي لفل من الأرمان أنا ما كان لازم فوت فيه يعني أفسوا هذي كلها الانت بكتعاملية بين حاكمان عم بل والحكمات نينيتهم عم يتشارعون مع بعضهم وأنا بالنص ماني شايفة غير أنه بدي صاح وغير أنه بتجيب أولاد يعني هل قد هيدا الدلام يعني مش مفهوم شو فعنجد مثل ما كنت عمقلك كل مرحلة إلى شي يعني من أول ما بلشت من الفريز للأجز لبلشت أعمل كيمو للعملية يعني هي العملية هيدا يلي كانت الأكتر شي يعني ما وقف بك على أنه أنا كيف معقول أخسر بارت من جسمي وأنا عم بيخد السجن أنه شير بارت تاني نحن نحكي عنه هيدا عملية كمان الفيزيك الابيرنس بس لقد قلت شيئا على أنه أكيد مش أنا وكنت في دينايل أنه هيدا الدينايل ليش واحد أيام بحس أنه مثل أشامد أو سيلف بلايه أنا شو عملت لسير معي كانسر أنا كنت هلثي كنت أكل منيح أعمل سبور أطعت فيها هيدا هيك مثل إذا بدك شامدتك أو أولا كتير كتير جرار يعني لدرجة حتى أنا شخص كمان بأمين كتير كنت كتير عم بقول أنه يا ربي أنه أنا شو عملت لك تتعطيني هيك شيء أنه أنا حداً جداً ما بأزح حداً كتير عايشة هيك بالأنتراج طبعي أنه حداً كتير منيح يعني بالحياتي I can confirm I know you and I can confirm بأنه ليه؟ بحس عطول مقون أنه أكيد مش أنا أنه بتشوف تسمع عن الكلب تشوف على التيفي بتشوف كيس صحاً and it always feels like أنه it's far from you you just listen you just like you're a spectator وهاي بتزيد الدينايل لما تصير معك الشغلة أحد يتعطينك أنه it can be you أنت just as you grow up you see people having those things بس أنه فجأة بتزيد معاك what do you do and it's very hard كمان عكريم شغلة المعروف خاصة لبراست كانسر أنه لازم يكون عندك حداً بالعيلة أمك خالتك حداً لأنه هيدا إراديتار وأنا الزياد اللي خلاني ضلني اندنايل أنا ما عندي حداً طب ليه طلع فيي وليه أنا بدي بالشو بالعيلة يعني هيدا كمان هلا أنا بتحسي حالك أكيد إيه وعطول عندي خوف إنه مثلا بسير قول إن شاء الله ما أجيب بنت يعني إن شاء الله ما هيدا لأنه ما بدي أعطيها هيدا المرض إنه مني مضطرة يعني مش هلأ هلأ بعضهم هوتوطس عندك أو هلأ خفوش خفوه بس بعضهم ما بحس رح يروحو يعني عن جد إنه قلا يبعد الشر مثلا عن كل حدا ما إخته بنت إخته مثلا هلأ أنا بنت إخته بس تقللي مثلا عم بيكل هيك هي صغيرة عمرة ستة سنين بس تقللي لأختي ما تتعمي هيك وما تعمني هيك بجعب أقول إنه تما أنا ما كنت أكل وما كنت أعمل تما إنه شو عم بعمل يعني مضبوط وهون كوركت ما إفهم رون أكيد يعني هيدا دائما أهم شي بالحياة وحي تكون هلثي وانت بيع حالو هيدا بس إنه مش يعني إذا واحد هلثي هوندد برسان هيدا إشيا ستل بتصير مع الواحد ما لازم واحد تفيل أشامد أما يعني مش الحق عليه في عام مباشرة من أعتقد أنك العطار التي تتفيل فيها بمعنى ما هي نتنشأ كلنا ما هي نأكل مصدر مصدر وكل هذا يبدأ يبدأ بالخطر كما تقلل بالضبط نحن في مجموعة أو مجلسة أنت تبغيبت في أي طريق كما تحاول وحفظ أنت تبغيبت عن كل ذلك ستكون مضلوباً ستكون مضلوباً ستكون مضلوباً نعم مئة بالمئة دائماً أكيد سمعتها كثيراً هذا المرض الله يبعده أنا لا أفهم هذا الشيء كثير لأنه لا أفهم مين الذي قالنا وتحسي العالم الكبير الذي يقامه كثيراً أكثر عالم يستعملون هذا إنه الله يبعده إنه إذا قالوه الله سيجيبه بالعكس اسمه كنسر وبيعمل أشياء ليس ميحة فإنه عالية إذا تتكتر أبداً وكلما نتحدث عنه أكثر كلما نجنبه أكثر لذا لماذا لا أعرف إذا من أعرف أنه لماذا معقول العالم هالقدة لم يقولوا اسمه و يخافوا منه لك أنا كنت من هذا العالم كمان يعني أنا أول معرفة إنه بالكانسر يعني وصلت على البيت أول شي ماني عارف شو بديقول لأهلي وبعرف إنه أهلي كمان العقلية تابعيتون غير نحنا يعني أنا يمكن شوي رجعت هيك وقتها استوعبت القصة وهيك و هلأ بجع بخبرك كمان كيف بلاش تحكي عن الموضوع وهيك بس فدت على البيت يعني ما عم بعرفة يعني عم قلت الله و غمرت لأمي و عم بكي و عم قلت له عندي شي بصدري مش عم تطلع مني إلا أنه عندي سرطان يعني لهذه الدرجة فهيدا كله عن جد يمكن لأنه مجتمعنا كانوا يضلون يقولوا أنه عنده هيدا المرض أو أنه حرام أنه هيداك المرض و هيك بس أنه ما كانوا يعرفوا أنه عن جد وقتا نقول اسمه كنا عم نقوى عليه و أنا هيدا اللي صار معي صح يعني أنا أول فترة ما كان بدي أخبر حدا كنت بدي خلاص فوت بالتريتمنت لحالي ضلني عايشة لحالي ما حدا نيعرف كل الأنطراج غير لي كتير كتير قرب مني بعدين وقتا صرت حس حالي أنه لا أنه أنا لازم يمكن أحكي بهذا الموضوع و وقتا حتى صرت تفكر أنه طب أنا هون وقتا تبلش تحكي مع حالك عن جد طب اوكي أنا كنت حضن هالثي كنت حضن كتير منيح في الحياة و هيك طب مش يمكن أنه عن جد الكنسر إجا عليا تيوصل لي شيء تيقلي مثلا في شيء بحياتك بديك تنتبهي له أكتر أو في شيء بديك تواصليه من وراء المرض اللي أنت أو يقلي كنبصتي بحياتك أكتر أصلا تزعجك ما بقى تزعجك لصغيرة يعني صح وقتا هون قلت أنه هذا يمكن عن جد يمكن أنا حتى أنت ربنا يعني قال لي بتعرفي شو خدي لو حتى سقيل وبشي على المرض يعني خديه بس عملي منه شيء حلو يعني وهيك صار بلاشت أحكي فيه أكيد أهلي كانوا كتير ضد أنا هلأ على السوشال ميديا يعني أمي كل ما بعدني لهلأ بنزل الفيديو بدي أقلي طب ليه بعدك عم تحكي بالموضوع ما خلاص ماما أنه بالعكس أنا عبيلي أنه أول شيء أعمل أورنس للعالم أنا كيف عرفت أنا بالغلط يمكن لو ما عرفت بالغلط بعدني ممكن لهلأ أنا عايش بجسمي ومبسوطة ومفكرة لأنه عن جد وقتا يقوله مرض خبيث عن جد ولا ممكن بحس فيه وشان هيك Early Detection يعني في عالم أنا سمعتها من حدا من عمرتنا يعني بقول أنه قالت لي أنا ما بدي أفحص ولا شيء أنا أم جيد هلأ وأنه بيخافوا يعني بيفحصوا بحصوا لأنه لما وبعد في عالم كتير كمان فحصيت كان يعني دغري بيفحصوا كثير أو ستة شهر وكان Early Stage وما عملوا حتى كيمو ولا عملوا شيء وكان جيدا بس إنه الموت نحنا منتهرب منه ما منقول اسمه وهي كمان ما منقول اسمه هاي ديك المرة لأنه كمان هاي دي الشيم الطابو بحسوه خالص شيء إنه إف لا وعا تقولي كانسر ما تخبر حدا إنه شو بدون يقوله يعني هاي دا هاي دا مجتمعنا يعني وبفتكر وين ما كان كلما نروح بحياة البلد يمكن العالم لح يضل في عنا هيكي عنجد إنه العالم هيكي بتحكم عنه بهالطريقة بحاس إنه سلف كار ليس إنه ليس فقط إذهب إلى الدنتيس أو الجيم وعامل وعنك سكين كار روتين صح إنه عن ما هي إنترنال كمان صح والعالم إنه لا يريد إنه خلاص مهم إنه إكسترنال إنك تتكلم عن الإكسترنال بس كمان في الإنترنال اللي هو إنه حيأثر بعضين عليك مية بالمية مزبوط وإنت معك إنه قالت شيء إنه هناك كمان وإن كنت تتكلم عنه التتكلم عنه هالك هو حياتي لكن لا هذا يجب أن يكون لهم إنه في هذه الوقت يشعرون مرحلة إنهم يتكلم عن شيء أو لا يتعلم عن ما سيحدث حتى إما يتم تتكلم عنه إنهم شكرا لذلك لن ترى يحتاج إلى الإكسترنال إنه يتكلم عنه أكثر لن يجب أن تتكلم عنه إنه إنه ليس لذلك إذا كانت إذن الضغط الدم والسكر والكوليسترول هذا هو المدى لكنه لا يفحص لكنه لا يفحص وشي نهاري مقوعه وعنه بالعكس إذا لم يأكل برغر على جمعة ويأتي حالا نفس الشيء وما فيه شيء شام ما حدا عمل غلطة ما حدا عمل غلطة وصار معه كانسر ليس بيجي من أجل ما حدا خاص فيها فبالعكس تعرف حتى أنا أوقات شو بقول يا ريت اكتشفته قبل يعني بأول لأنه يعني وهون بنرجع لأنه التوعية يعني لو أنا كانوا قايلين لي أنه الكنسر وخاصة براست كانسر ما ضروري يكون حدا من عائلتك عنده يجي يمكي أنا انحدن كتير يعني بدي ضلني أعمل فحوصات وبيضلني شو ما حس روح عند الحكيم وهيك بضلني يقول أنه يا ريت بوقت اكتشفته قبل يمكن ما كنت فتت بكل هالتريتمنت اللي فتت فيه لأنه عنجد يعني كان صعب كتير لدرجة أنه يعني لا جسم كان عم يتحملوا ولا حتى عقلياً كان عم يتحملوا ولا نفسياً وكل هالخبار مصبوط يعني عنجد كانت أكتشفه نحنا يجولي منقول بالبودكاست أنه ما منعلم حدا شي نحنا نحنا نتحدث توقيت وكل واحد بيخدها مثل ما هو بيخدها إلا هايدي بليز برنا لعلم كل العالم أكتشفة 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 كمان البنت بتكون تبعها بهمة لأنه ترفلكس كمان القنوسة الفيمينزم وكل ذلك كيف تفعل هذا هالناحية يعني؟ هايدي كمان إلى مراحل يعني أول ما خبرني الحكيم أنه عنده كيموثيرابي وستعشر جلسة كان أول سؤال عم بسألوا إيهيه كان هيدا أول سؤال وكان هو أنه طبيعي أنه أكيد رح يهر شعري وهون كمان ها منرجع لقصة التبوغ وعلى أنه ما منحكي كمان بهذا الموضوع وأنه ما بدنا نفرج أنه خلس وقت تشوف بنت خاصة أنه ما عنده شعر أكيد عنده كنسر دغري بروحه لهونيك يعني ولأنه مجتمعنا ما كان بيتقبل كمان هيدا الشي هيدا زيادة على المريض يعني أنا غير ما أنه أول ما أخبرني أنه بديهر شعري صرت أنه كيف أظهر قدام العالم؟ كيف الناس تطلع فيي رح يصيروا يدلوا علي أو يشفقوا علي وأنا ما بدي أنه أكيد ما بدي فوت بهيك شي كنت حتى عم جرب أنه لقي حلول يعني قل له شو معقول أعمل يقلي فيك تحطي كاسك مثلا هيدا بتحطيه بالمستشفى وهيدا الكاسك بيخففلك منهر الشعر بس أنه ستل رح يهر بس أنه مش خلاص بيروح كل شيء بالأول أي كنت رايحة أول جلسة رايحة بدي حط كاسك وخلاص فيتي فيها وكنت هون بعد ما بلشت أحكي كمان عن الكانسر وقتا قعدت قلت خلاص أنه هون وقتا تنحط بالشغلة قدام الأمر الويقي يعني بتقول أنه خلاص شو ما بديه يصير يصير وأنا عن جد غير أنه بدي بدي بليش أحكي بالموضوع واعي غير بنات كمان على هيدا الموضوع كمان بدي عيش the full experience وهون وقتا قلت له ما بدي حتكاسك خلاص رح يهر شعري رح يروح شعري انه بعدين رح يرجع تصير تحسي عم تزيدة على حالك هموم اندي بغينا عنه خلاص خلاص نخلص هالشغلة ودقاء أزاد وواعدين بيطلع الشعر هيا انت على حالي بس كيف تكتهينا على الأهل وعالأنتراج يعني وهيدا هلا اللي اللي احنا نحكيه مع جاوزك هيا اميش هلا بعد شوية كمان بدي نشوف مش بس الشخص المنصاب بيكون بالمرض اللي عالم اللي حوالي عنده ما عم نتكل عليهم يكون هني قوية بس مين بيقوي هنه كمان نحنا نحكي عنا هلا مع دافياد جاوزك بس ايه الان بيطلع السيارة بس بس خلاص ببعدين يلتتغير انه مازبوت لتأخذني خلاص هلا افوكس عن ماذا امبورتن انو انا شو همي همي اشفة هلا انه اخر هم شكلي من بره بس ما بقلك انه كنت كل ما وقف على المرأي يكره دموعي يعني هيك بلا ما اكون عم فكر حتى بشي بس اتطلع بشكلي وابكي انه معقول انا انه انا الشعر الطويل اللي كان الفريزة تتذكرني تفكرت وبعدك بتجنن اسم الله لا لا حواش براحه رموش راحه ما بقفي شي ابدا كل شي بينتزع بجسمك على الكيموثيرابي بس بذات الوقت ترجع بتقول ينتزعوا هلا رح يرجعوا بعدين بس هلا اخليني اشفاء صح انه هيدا اهم اشفاء واحد وواحد اشفاء صح مزبوط المنتل هلت كمان قلت صعب عليك كان فيزيكلي ومنتلي اكيد كيف مين كان سببورت ديو سيك انا 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 كمان هيدا نقطة تنجع عقصة انه ما منحكي بهو دي بس الله يبعده هيدينك بس للمجنين مزبوط يعني بديك تروحي عندي البسيكولوج ليه شو بيكي انه شو شو بديك تحكي انت ويهاحكينا لقلنا ايه حكينا عنها عطول ايه انه خبرينا شو عم بيصير معاك لا فهيدا كمان كتير بالاول يعني بتذكر رحت لعند البسيكولوج قبل العملية بالاول كنت عم بعمول عفتري عفتري تشي اربعة شهور للكيموثرابي تخلصت وصلت للعملية هون كتير اشطط يعني خلاص طرت مان نقدر حتى مش دافيد مان نقدر احكي معو مان نقدر اخبرو شو عم حس من جوه وبيدي حدا آآ 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 يعني خلاص ما بيعرفني فيه قل لك ليش بس قليل ما بعرف انا عم بتكهن يعني هلا بس لانه كمان بتحس انتو عم تحكي حدا من الاعتراعش طبعي بديك تعتلي همه كمان كيف هي تأثر عليه وتزعله او لا بينما سايكولوجس لأ خلاص هي شغلتها او شغلته يشيل عنك او يقلك يدلك عالطريق ساينتيفك ما بتعطي الهم من يزعله او لا الزيادة كمان انه كنت وقت تخبر حدا عن شو عم حس تعرف هيك كلمة سافا سافا ولو مش مشكلة انه خلاص فكري انه لبقية انا عم فكر ببعدين اكيد بس انا هلا بوضع كتير بشي انت ما تقدر تحسه معي انا عن جد يعني ما كان بدي اسمع انه خلاص سافا سافا ميشيل روئي ما بدي هلقات شو ما بدي هلقات لا بدي انه انت ما وجعت مثلي انت ما حسيت ما شفت شعراتك عم بهر وانت وعم تتحمى ملقيتهم كلهم عالقرض صاروا نمت امت ما في شعر يعني في كتير قصص عن جد فهون قلت انه لا انا عنا بحلقات قبل انه احنا منهينا على بعض لا عادي فيها نعترف انه انه انزا عم تقطع بالشي بيقول لك انه اي انه باد وهذا بس لح يقطع وكذا بس مش انه سافا في قصص صعبة واذا هيناها مكوعة من بيخ العضية هيدا لكل شي بس مش بس للكانسر اذا حدا نسألتني اذا حدا نسألتني اذا حدا نسألتني حتى بيقول لحدا رفقاتك وارفاميلي بيقول لك انه ما عليك كيف تنتهي لست سألتني ليس سألتني انا لا احتاج لك سألتني وعند يتحدث وعندما سألتني وكان افضلني بس ايه بالنسبة لدي من جديد لدي الناس اللذي لا تهم وانها اوه اوه مظبوط وهايدا كمام كمام من ناحية انه انه لأ من بوزيل ايه هكذا كيف تخذها مظبوط تجي كمام هيا مثل الدينايل انه لا انت خلاص ما بيك شي انت قوي مثل الدينايل طبعا هيديك المرض يعني نفس الامبريلا انه حتى هيدا الكلمة انه خلاص انت قوية انه متى هيدا ما كان بدي اسمعه بقى لانه اوكي بعرف حالي قوية بس بمحال انا رح اقشوت وبدى اي نيت ساموان يرجع يطلعني وكون هيدا الحدا عم بحكي انا ويا ما بيعرفني عم بحكي بس عم شارنج معه كل شي شو عم يخطر على راسي وهيك وهو عم يوجهني بطريقة شوي بروفسيونال على طريقة انه اقدر اطلع من هيدا الموضوع باحلى يعني باحلى طريقة ممكنة يعني مظبوط لكن شو تعلمنا اليوم والسايكولوجي مهمة لحيا الله فيز بالحياة ومش بس للخوتين وما في اشي انا كلنا شو ما كان الدقرية تبع مصيبتنا او مش مصيب بحيا الله شي ونيد تشير لانه العالم اللي حوالينا ماننن اكوبت ليساعدونا متل ما بروفسيونال هالبودو يعني ميشيل اخر هيك تلات دقاية بدي احكي معاك فيو عن الامل الهوب اللي هي ساون شوكلي الشي بس انت اليوم اغان اسم الله عليك وحمد الله عندك شغلك وناشحة ورجعت باكتو لايف وكل شي يعني نورمال بس اولينا من نور اكسperience اذا انت تبعت احكيم في البروزيز وامتا انت تحصل الى او مصيبت او مصيبت او مصيبت او كيف كيف البروزيز وكيف انه واحد فيه كاف في حياته عادة وكيف انه واحد في حياته عادة وانت تتجلس عن جد افايز افايز بس انه بتقطع او مضبون هلا اكيد الهوب لعب دور كتير كبير بكل شي يعني من اول ما بلشت لحتى وقت خلست وحتى بعد الى هلأ يعني انا هلأ ما في غير شو في بكرة وانه اي ملوكينج عن جد انه انه لبعدين انه شو رح يكون في بحياتي وهيك لانه هيدا هو عن جد الامل اللي نحنا عطول من نبش عليه اكيد ما بقلك انه كل الوقت كان عندي امل ابدا يعني اول معرفة بالكانسر ما كان عندي ابدا امل كان زيرو لدرجة خلاص اخد قرار انه انا ما بدي كاف في شغلي بدي سكر شركتي انا وادينج بلانر كان بدي دقدي لكل يعني زبوناتي قالوا انه انا ما رح عاملكم عرسكم بالصيفية انه خلاص اجيبوا حدا تاني يعني هيدا كانت باول فترة اول ما تشخصت بعدين وقتا بتصيرت تطلع تقول انه انا طب هلأ انا فيها واكيد فيه بروتوكول انا بدي امشي واذا ما حطيت براسي انه فيه بكرة ما رح اقدر كفي حياتي يعني مش معقول ضلني مهمة واقعدة بالهم وما عم بقدر اتقدم لقدام بتكوني بمسيبة بتصيري بكنام اللي عندك شغل ووزحتك وكل شي وبلس انه كل شي كل شي بيتخربط يعني عن جد كان عطول عندي هيك جملة باولة انه يوقت حدا يسألني انه كيفك اليوم وهيك قالوا ان اليوم منيحة بس بكرة احلى عطول عندي انه بكرة انه اكيد فيه بكرة يعني وهيدا اللي ما كان عندي ايه بالاول وتبلشت قطع بالتريتمنت وكل هالقصص وشوف انه اوكي هلأ خلصت اول مرحلة الكيمو دان هلأ لعندي العملية العملية شي كتير صعب رح تكون من بعدها كمان في عندي راديو ثرابي من بعدها خلص بخلص هيدا الكنت نوتروتوين كنت عدن كان عندك العضرية هيك عم شخت كل يوم كل يوم لأوصل لانهار يقلي فيها الحكيم كانسر فري انت وصلت وحمد الله حمد الله عن جد وانت اليوم مطل للعالم اللي نطلوز هوب لانت عطاعت بشي ما انه هين ابدا كان صعب واليوم حمد الله يعني حياتك رجعت باكتو نورمل وانسباير كتير لح تضلك معنا هلأ بس لح كمان نستضيف دافيد دافيد اللي حيحكينا عن كيف مش بس الشخص المنصاب مثل ما قلنا الشخص اللي حوالين عائل طول الشخص المنصاب واصحابه والكوليز كمان فم ذات بس بكتب كيف بتكون لانه مش هيني عليون بعد شوية دافيد كيفك؟ نيح دافيد جاوز على مشال دافيد زخيا جاوز على مشال واليوم عاملين اكسبشن حتى فورمال حلقة انه عنا ضيفين برد الضيف لانه بنا نسمعي وفاري امبوت اما انت يعني ميلتك من الستوري على كيف كانت تعاملك مع الكنسر وقتا كان معي يا ميشيل من يوربر سبكتة نحنا بنعرف دايما انه دايما اللي حوالين المنصاب فينا نقول بيكون دايما هو بده يشتحاله بده نقوي بس مين بقوي مين بقويك؟ مين بقوي عائلتك؟ وعائلتك؟ سأبدأ لك من اول ما تشخص الكانسر بتذكر هذا نهار كنا ب لابوراتور سب بيروت وانا صفت سيارة وطالق انه ميشيل عنده تاست حلق فتت شفتها كانت قادة عم تبكي لبس جاكات جينز وحاملة المسبحة وعم بتصلي وقلت لي انا معقول يكون بني شي عمي حياتي شو بكي ما راح يكون بك شي طبيعي تأخذوها وطلعت لفوق بالاسمسور هي واخته ما خلوني اطلعها بتذكر نزة من الاسمسور مفحشة انا راح موت معي كانسير هلأ هون تعرف كيف متل حدا كب عليك ما مساعة انه اوش هلأ صار فيش جديد لبسك شئت ولا قبات هذا الشي بيخد وقت لتستوعبه خصوصا بعد ما وصول ميشيل عند اهله وبتلاقي الاهل كمان بنفس الدبراسين اللي ميشيل يعطع فيها هنه كمان اليوم السابورت مش مشال سابورت مشال والانطوراج تبع مشال ويكون في عندك هذا الشخص اللي عنده حكمة او بيخد يخد القرار الصح بالوقت الصح لانه مش معواضين يقطع كانسير يكون هو كمان ايدي تسابورتهم بسالف طيب ايدي تسابورتهم بسالف نقطع كانسير فكيف لازم نتعامل مع هيدا شي بيصير بلاك تعمل ريسيرش وذق للحكمة وتجارب جيب النتيجة قبل بوقت وتلاقي انه كل قوتك ما بيتغلب على انه على الواقع اللي صار ما فيك تغيره خلص يحفت هلأ مين قوانة هلأ اضعفت كتير اضعفت كتير لانه هلأ في محالك بتذكر اوقات يعني كيكون عنده تليفون مع ميشيل حط طاقة انيرجي انيرجي بسيكولوجيك وطاقة بالطاقة والمخاوف يعني جارب انا هي كات مريضة بس جارب شوف هي شو معقول تشوف اضعفت كتير تجارب يقدر سكر علي كل الميلات انه لا يا انه اذا صار ما صار من هون بس الواقع اصعب بكتير من شو بتحكي ولا شو معقول تسمع بتذكر في ثلاث كانوا كتير صعبين هلا كانوا صعبين علي بس كانوا صعبين علي كتير يعني بتذكر في نهار فتل عنده على القوضة عم تعمل هيك لا انا اوش عم ينزل شعرات اتلقومي اتلقومي عادة يلا عيات لك خيات لوتينة مكان دقنك حطيت انا قدام المراية قدت لها تفرج على المراية وبتذكر عم بشلة شعراتها وعم تبكي هدا المام اهدي بتذكرها ما بقدر انسيها نقطة تانية بتذكرها كانت كتير ميها بحال ما خلصنا الشيميو ثرابي كان وقت العملية وقت العملية كان بدنا نروح لانه قالتكم ميشيل انه طرينا نستقصد الصدران تتواجه تتواجه هدا الشيه محاله بتذكر حطيتها قدام المراية وصوري على الكلمة كشفتها لقتلها ودعه عفتت على الاعماء طبع الوجع طبع الامور دوسوا والامور طبع المرا لكن درديد ما بتخاف بهيك حالي هدا شي كتير جريء فيك يا انه تعمل لها شوك انه ما تحب اما انه عنجات خلص تقوية ليك ميشيل قوية يعني ميشيل نحنا كتير منصلي واحدة من الاجوبة اللي بدي انه هو الصلاة هو اللي كان السندي يعني انا كتير تعبت وكتير قشطت كمان بس كتتحطت على كتف اللي هي تطلها وانا اقش وطقش 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 بالاخر انا كيف بدأت غزة انا كتير انا بطبعي انا امي فايتر انا كنت بدي فعل مدني 16 سنة بحياتي بها المرحلة كنت كمان انا امي فايتر كيف الشخص بتحبه خلص وانا كنت تعطي كل شي مصبور بس تحس انو في حدا حدك انو ما بتحس هالشخص انو زعلين عم بيبكي معك او شخص انو خلص انو خلص انو خلص انو خلص انو كيف المكنة كيف انو قولي باي انو اهلي كي ادب حبوهم بس انو انو ايكسبكت انو انو هالشي كمان انو حدا اوي حدك انو طبعا اكيد اهلي يسياتي بس انو انو يشدك ويقولك يلا هالشيء صعب لنزود اوهل انا بحديعك شهلة اعتقد انو بدي اعتي اعطى انا ابي موقفان اعتقد تكون الدفاع المدني بحديث الناس منصابي بلا ما نحكي التفاصيل بحديث الناس بس انو هذا شخص اعبام شغله لما كانت ميشا تطلع من كانت الدواء يسميه ريد ديفل لونه أحمر وهو الدوش هيميوم هذا الريد دفل كانت ترجع على البيت كانوا أعظامة يجعوها تعرف لما تحس بأعظامة شو كنت أعمل كان نجيب سطل الماء العشرين ليلتر قلون حطه على إجراية وخبطها على إجراية اللي تتبنج من الوجع هذا الشي لما تعمله مع حدا بتحبه غير كليا ما تكون عم تعمله مع حدا خلص فيه فم بدك تشيلها وبدك تشيل حالك وبدك تشيل البيت وبالآخر الله نقله وزناتها كتار ما فيك تعمل شي بتحس كنت دافيد أنه لازم ما تحسسها أنه كنت دائما تخاف على شعورها لأ أنا اللي عم بفهم منك أنه لأ كنت يمكن بالعكس بس أنت قل لي أنه ما بغدك تحسسها أنه هي بها شي كنت تراعي شعورها مثلا ما تزعالها وهيك أو هيدا بتحس أنه شي معقول بيخليها تحس حالها هي أنه شي سباشر يعني ما بساعدها في حالتها النفسية إذا بدي أقول لك بكون مثل العالم اللي بقولولها ما تحتاليها بكرة بتصحي عرفت عليها كيف بس هي بتعرف شو بها أكتر منه وفايلة اللي بكل بسي هذا ما رجل ايضا معي بسي واحدة يقول له مثلاً حياتي لك يقبرني كيف كل العالم فهمت شو هو يقول له لك يقبرني مدري شو عالرايح وعالجي تعرف له إذا بتفكر فيها هي معقولة شوية صغيرة إنه شي للي قطعها مشوار حياتي وتوجعت فيه أنا بحبه هناك قصة في قصة في انسپيريشن في كيرسة حولت العمل بطولة وفي مساج للعالم نعم! لا يوجد ما أحد لك لك فوقنا الكثير من أصبات لكن كنسر كان كنسر أكبرهم لكن كنسرنا من أن نفط حياتي لك ونصلي ورحبنا أن تجعل الكنسر لا يذهب الكنسر هي فالتصوص تعرف ما يريد أن تأكل يجب أن تأكل ألا تلقا ونجب أن تطلق في حصاتك يعني مرأح كانت توريك 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 حقيق كانت هو هنا ولكنه لا يتحرك في الوقت أيضاً لذلك طبعاً وطبعاً وطبعاً أجل لذلك تحسر أنك تنصح العالم يتعاملون مع أحداً منصب بالكانسر بطريقة انه خلص يواجهه يقوله الحقيقة متل ما هي ما يحس سوء انه هو سباشل او باشي او بتضلك لازم وحي راعي شعور شوية انت هلا اذا عم بيجعك راسك انا قلت لك يمكن خد بانادول عطيتك الحال بس بعده انت اللي عم بيجعك راسك انت عم بتحس فيه ما انه متل ما انا للي انا قلت لك انه خد البانادول قد ما تعطي قد ما تعطي قد ما تعطي بيضل هو الشخص الاساسي هو اللي بده ازا ما عنده الويل ما بتقدري يتخطي هاده الشي لو قدمت عتي بس انا الى انصحوا انت يجب ان تحرق ذلك اسم منذ لهم يحرقهم عنو مني شعور شعوري هل اخر سؤال يمكن أن يكون معك قصص شبيهة أو ذلك والله يسعلك قوة. إذا كنت تفكر بهذا السيناريو من قبل مثلا او اذا فكرت بهذا السيناريو من قبل متحسس كان فيك بالنسبة لك كنت تعمل لفز الشي او كنت بتخاف منه بس لما صارت خلاص ما بقى عندك الا الحال تفايت لك انا شخص ما بستسلم لي بيعرفني عن جد بيعرف كل قصة حياتي انا ما بستسلم عرفت علي ايه انا في كتير ناس يمكن قالوا سوري بس انا في كتير ناس يقولوا لي خيشبتك بالشغلة عرفت علي كيف حتى يمكن في ناس انه من بعدين انه خيشبتك بالشغلة سو هون بيبقى انت ومعتقدتك يعني انا لو لاحالي يمكن بوجه المجتمع بحارب لو لاحالي بوجه المجتمع فكيف اذا في عندي شخص بحبه انا ميشا هي مرته و انا جوزت عن غرام غرام عميء فكيف يعني اعرفت علي كيف صار معا شكل صغير بكستر الدينة معها يعني لا سمح الله اذا يعني حيالي هي ولا انا نحن وارفاري بطريقة انه وارفاري كونكتد لانه اقطعين مع بعضنا ولانه برجع بقلك منصلي مع بعضنا وعطول الله الله سمح بالتجربة انه ميشا يكون معك الله ما بيجربك الله بيسمح بالتجربة انه ميشا سار معك هل انت بتقدر تتخطيها ولا هل مقدر يشوك؟ كل إنسان عنده بمرحلة من حياته بديو يحكي ويشوف متما أنا كمان الله حك نامت ما حيال الإنسان راح يحكي بيبقى هون الإيمان والأمل والمحاربة عالآخر وشو تعمل لك؟ تكتف إيديك وخلص غير السلام عليكم؟ مظبوط دافيد سوبر انسبارين يعني عن جد سوبر انسبارين وكتير مبساطة انه غيرتنا اكشي الفورما وهادتك معنا شكرا كتير على هالشهادة كما بقولو هايدي اوشي متمنى لكم تضلكم مع بعض كل حيات وبالصحة وبأجمل ايام وللعالم كله هيدا مساج كتير قوي عن جد انه انه لا تقلق كل شيء فقط لديك عالم حدك يساعدوك ومش غلط يكون عندك عالم حدك يساعدوك وانه مثل ما قلنا الكانسر فيه يكون الحال لمرض بيتعيلاج إذا ديركتت اللي والمانتل سبور ازنيد اه 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 ميشال لابهان شكرا 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 شكرا